يا سادة شايفين جمال الرحمة؟ الرحمة ليها نور خاص النور الرحمة ده أنت لما بيدخل في قلب حد عارفين بيعمل ايه؟ نور الرحمة ده لما بيدخل في قلب حد بيفتحه على السعادة ولذلك دايماً أقول كده بمقدار ما في قلبك من رحمة بمقدار ما يتفتح عليك باب السعادة ولذلك الرحمة أوسع أبواب السعادة يا سادة عايز تبقى تفهم معنى كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أول حد ارحموا انت بقول للناس اتعلموا ان انتوا ترحموا نفسكم فاتقنوا شوية حاجات ارحم نفسك الأول ارحم نفسك بانك انت تتقن جودة النوم يعني ايه لما تيجي النوم تنام نام نوم جيد يعني ايه نام نوم جيد حضرة النبي اللي علمنا ان احنا نرحم نفسنا والنام نوم جيد ان احنا النوم ننام واحنا هدئين عندنا هدوء عندنا رواءان عندنا جبرال الخاطر اعمل ايه اتوضى قبل ما انام انام على وضوء ليه انام على وضوء لان النوم على وضوء نوم رحمة وانوم على شطر الايمن ده نوم رحمة ليه كل دو تنوم رحمة عشان انت لما بتعمل كده بتنام وانت مستقبل النوم وانت طيب ليه لان الوضوء يجعل الزنوب تتساقط كما تتساقط اوراقه الاشجار انت نايم في رحمة فتحس كده وانت رايح تنام انت نمت في حضرة مولاك فتنام في هدوء وفي رحمة وفي سعة احلى حاجة في الافكار اللي قالوها اللي قالوا السيد احمد والسيد عمر والسيدة نانسي عارفين احسن حاجة في الافكار ايه انهم اخدونا الى عالم اسمه عالم الوسع الرحمة عاملة زي النور عارف النور بيعمل وسع الرحمة بتعمل وسع فلذلك انت عايز ترحم نفسك ارحم نفسك بالاربع حاجات دول اول حاجة ارحم نفسك بجودة النوم وارحم نفسك كمان بجودة الاكل ومن جودة الأكل اللي انت ما تعذبش نفسك بكثرة الأكل ولذلك حسب ابن آدم لقيمات انه يقيمنا صلبة هو ده الأكل الرحيم فيه حاجة اسمها للأكل العبء ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فيا عبد الله ارحم نفسك ارحم جسدك يبقى نام نوم جيد وكمان كل أكل جيد دقق في أكلك وكل كده أكل يحسسك بالرحمة وكمان نأي الكلام ويا سلام لو أنك أطلت الصمت ولما تتكلم اتكلم الكلام الرحيم وقولوا للناس حسنة شوف الكلام شوف الرحمة ارحم نفسك قال وهل يكب الناس على مناخهم أو قال على وجوه إلا حصائد وإلسنتهم ارحم نفسك وارحم نفسك في العلاقات بقى بلاش العلاقات المسمومة بلاش العلاقات الملتهبة بلاش العلاقات المليئة بالمرارة نأي العلاقات وارحم نفسك بحاجتين انشئ علاقات جيدة وصوني العلاقات دي وأهم علاقة يا علاقة بأهلك فصونها ونقول لنصونها ازاي؟ الثاني حاجة ارحم قلبك ارحم قلبك ايه؟ ارحم قلبك وما تقفش على الوحدة في كل حاجة ارحم قلبك ولا تنشغل إلا بما يعنيك ارحم قلبك وفوت فوت لأن الشخص اللي بيتجاوز ده ده إنسان بيجلب لنفسه الرحمة ويحس إن صدره واسع وسع صدرك وقبل الناس بس عشان تقدر تعمل ده انت محتاج حاجتين محتاج تدريب إن انت تتدرب على ده مش هيجيلك ده مش قرار ده تدريب وممارسة ونزاك هو ده أهم حاجة من تذكية النفس من أهم أشكال تذكية النفس إن انت تذكي نفسك إن انت تبقى رحيم ترحم نفسك ترحم قلبك فما توقفش على الحاجة وتتجاوز ومحتاج ترتيب ترتب أولوياتك وإن الحاجة دي مش هشغل قلبي بيها مش هشغل قلبي حد بيحبني ولا لأ مش هشغل قلبي أنا قدرت أوصل وأملك قلبي حد ولا لأ مش هشغل قلبي بدا كله هرحم قلبي ورحم أهلك ارحم بيتك ارحم أولادك ارحم زوجتك ارحم زوجك ورحم والديك ترحمهم إزاي؟ بتلات حاجات ارحم أهلك بالاهتمام والاحترام والتأدير اهتمي بيهم ويجعل لهم كل يوم نص ساعة تسمعهم فيه وتسمعهم فيه يعني إيه؟ تسمعهم باهتمام قافر التلفون وباصص في عينهم وقلبك معهم اسمعهم باهتمام تاني حاجة احترمهم زود في احترامك ليهم والله ده من أسمى معان الرحمة شوف نفسك مسؤول وحطر ليهم كلام اللي هتقولهم وخليك انت مسؤول لكلام الحلو في البيت مين اللي بيجي بابا مش بيجي لنا فلوس بس بيجي كمان ومعاك كلام الحلو فانت احترمهم خلي الولد اللي محتاج يحس بالتأدير يسمع منك التأدير وقدره يبقى تالت حاجة نقدره انت بتتكلم معهم حسسهم ان هما عادتك معهم بتحسسهم ان هما بينجزوا بتحسسهم ان هما فيهم خير بتحسسهم ان هما فيهم حاجات حلوة وترحمهم من وجعة عدم التأدير لما تعمل التلاتة دول هترحم أهلك يبقى اول حاجة ارحم نفسك اول حاجة ارحم نفسك ارحم نفسك من انك انت تحمل نفسك ما لا تطيق وارحم قلبك ما تخلوش يتوجع ما تخلوش يقف عند حاجات ما ينفعش يقف عندها يا سيدي الناس اللي بتئذيك والناس اللي بتدرك هما اللي مسؤولين عندها هما انت مفتوح عليك لما تظلم حتى انت لك دعوة مستجابة فارحم قلبك وبعد كده كمان ارحم أهل بيتك ارحمهم بانك انت تهتم بيهم ادي لهم وقت وانك تحترمهم سموهم كلام حلو وانك تقدرهم على طول عملهم بأفضل الأماكن انا شفت راجل أولاده بيحبوه قوي لانه ما يندعش على واحد فيه وغير ويقول له يا سيد فلان يا قلبي يا حبيبي غيروا اسماء أولادكم على تلفوناتكم واسماء زوجاتكم على تلفوناتكم دايما نقولوا وبيّنوا قيمتهم انت عشان تبقى راجل وتبقى مسؤول اللي خلاك تحس بمكانتك وبوبوتك ابنك فقدر ده اللي خلاك حاسس ان فيه حد في ظهرك بيربي أولادك زوجتك اللي خلاك يتحسي ان انت في أمان زوجك قدروا ده وكتروا التأدير لان انتوا لما تعملوا كده بترحموا نفسكم يا رب ايجي عنا في كل مكان نعمل ساحة رحمة وانا بقول لكم خلوا بيوتكم أول لبنة من لبنات ساحة الرحمة ترحموا 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 تسعدوا ترحموا تجدوا في حياتكم جنة مكتوب عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لأنك في ساعتها تكون في حضرة من رحم البشر يا رب اجعلنا دايما المحل نظر رحمتك يا رب